محمد إيهاب قبل الفصل عشان ما أطعوش يعني قلت له إن إحنا هنرجع معه بشارة وفي النص كده غشيت منه حاجة وقال لي إن إحنا لعبتنا مكشوفة الراجل كان رايح وعارف إنه حيكسر رقم فأنا عايز أعرف القصة دي إشرحها لنا إنك هتحقق رقم قياسي وتكسر الرقم اللي قبل بداية دم بشكر تساعدتك نحن موجودين نهاردة وبشكر كل الأبطال الموجودين إنهم أسعدوا للشعب المصر كله كانت لحظة انكسار والناس كانت تعبيني نفسيا فوجود الميديليات دي يعني غطت كتير على المشكلة اللي حصلت وكتير من الأبطال وعدوا إنهم يجيبهم ميديليات ومنظومة كبيرة شاغالة ورانا كالتحاد كوزارة كلجنة ألومبية كمؤسسات عسكرية كله بيتعب وبيسع إنهم نظهر بشكل مشرف دم العالم يمكن اللعبة توقع دلوقتي كمان شوية تقوم تاني بنتعلم من أخطانة لعبة ترفع عسكال كبالنسبة لنا لنا تاريخ كبير تلتين الميديليات الألومبية في تاريخنا باسم رفع عسكال دي مخلينا مصدقين إن احنا نروح أي بطولة ناخد الدهب دي مخلينا إن احنا نتجرع على أرقام ساند على إنجاز ساند على تاريخ حتى المدرب اللي هو فراية طموحه وصل لأعلى مما وصلنا لي فبالتالي بيخلي إن أنا ماشي من هنا أنا عايز حاجة أكبر من الدهب عايز إن أنا حطم رقم حاجة إنجاز شخصي أكبر من إنجاز البطولة فكرة إنك رايح وعارف إنك هتكسر ده معناه إيه في التدريب ده معناه إيه صعبة ممكن المدرب يضغط عليها جداً في حاجات كتيرة في الوزن إن المزاني بقى في حياتة معينة حمل التمرين يبقى عالي وإن أنا شيل الرقم في ظل حمل التمرين يبقى عالي ده بيهيالي أفضل الظروف إن أنا لما أجي في الماتش قدام منافس قدام طايم قدام حاكم قدام جمهور جديد قدر إن أنا أكسب وقدر إن أنا شيل الرقم ده الميداليات اللي حققتها دي مع كسر الرقم ده معناه كبير بسم الله وإن شاء الله عندك تاريخ مع الميداليات والإنجاز إمتى أنت تحس إنك وصلت للقمة إن أنا أعمل حاجة محدش عملة إن أنا أقف على منصة جديدة يعني بالنسبة لك يا محمد هاب طموح كبير جداً إن أنا أكون أفضل ريادة في تاريخ مصر فيه ثلاثة بس أبطال في تاريخ مصر جابوا ميداليتين للمبيتين أنا جايب ميدالية واحدة جبت واحدة في ريشين ومستني التانية إن شاء الله ربنا يدهلنا كتاريخ بطرات عالم عندي 13 ميدالية بطرات العالم في الكبار وفي النشئين عندي 12 ميدالية في دهب في أفريقيا وتسعى في العرب بسم الله وإن شاء الله يعني كل بطرات الحمد اللي حقاة فيها مش ناصغر إن أنا أوصل للدورة اللومبية عشان أفضل ريادة في تاريخ مصر وده المنصة اللي أي حد يتمنىها وأي حد طموحه لازم أن يسبق اللي قابله